السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيد جدا وفرضوا نفسهم وتبتوا نفسهم على ارض اليوتيوب وداروا واحد المكانة كبيرة لهم وسط المحبين ديالهم وحبوهم وحبو مشغير هكاك للافسه بالله وإنما حبوهم بالمحتوى ديالهم اللي هو جيد والمحتوى اللي هو فيه واحد المصداقية كبيرة وخص الدكر بالأخت حنان بانوراما حنان بانوراما الأخت الحنونة اسم على مسمى أخت صادقة ما كنعرفهاش وإنما أنا من المعشقين المحبين ديالها ممكن كنشوف القنوات كلهم استثنائية اللي هي على يعني بعض القنوات استثنائية منها جيدة جدا 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 اللي غادي نقول الدكر ديالها كنين بزاف ولكن أنا هاد وجوج من عشاق ديالهم من محبين طريقة الكلام ديالهم من جدية ديال الكلام ديالهم والفكاهة ديالهم هي الأخت خديجة اليافعي والأخت حنان بانوراما حنان بانوراما اللي أنا اليوم جيت نتكلم عليها اللي فرضت واحد الوجود ديالها في قلب اليوتيوب وفي قلب الناس من ضمنهم أنا اللي كان حس بهذا الحب هذا هاد الحب ماشي مصطنع أنا كان أبغيها وما كان عارفها شو حليس هاد القنوات ديالي صغيرة قريبا ولكن عنها هي لأنها هي كتعطي الصوت ديالها كتتكلم بالصوت ديالها حتى أنا بغيت نخرج نبدأ نحكي إنته أنا بالصوت ديالي بس حبا فيها وفي القناة ديالها ماشي عند وماشي حسد وإنما حبا فيها هاد الخرجة اليوم خرجت لأنه جدت أنا نبارك لها بحل المحبين ديالها اللي عبروا بالحب ديالها لهم اللي حبوها وعشقوها ووصلوا لها المباركة ديالهم لها بتتويجها من بوحد الميزة من اليوتيوب حتى أنا كان بارك لك وكانت من لك السعادة وكانت من لك الاجتهاد أكتر فأكتر لأنك ما شاء الله ما قصرتي ركي مجتهدة وغاد القدام وهذا دليل على أنك أنت نجحتي في القناة ديالك باش بالمصداقية بالمصداقية في حب الناس ليهم وفي حب الناس ليك هاد شي تجربة هاد شي ملموس محسوس داخل قلوب الناس صدور الناس أنا وحدة من هاد الناس جيت نبارك لك بصراحة ما كنش كان عارفه إنما أفتحت اليوتيوب ودخلت على الأخت خديجة اليافعي عملت واحد الحركة في القناة ديالها وقلت مستحيل أنها تغطي لها عينيها وتقول فيها شي حاجة ماشي هي ديك لكن مجرد ما فتحت القناة ديالها كانت تفرج وكانت سمع الكلام الطيب اللي أكيد ما غد يحكي إلا الإنسان اللي قريب لك وهي قالت أنها قريبة لك وحكيت على الأخلاق ديالك وصحيح هاد الكلام كنين بعض الناس اللي كيعطيوا واحد القوة واحد الحماس واحد الشرح واحد الدفاع على الناس لكن كيجيو تل عندهم هما وتيديروا بوز لأن ما يمكنش لهم يتكلموا على نفسهم هذا مش خطأ هذا نبل هذا احترام هذه تربية ما يمكن لكش تلقى عند أي حد والنتيجة راكم كتعرفوها في حنان بانوراما بعد ما وضحت لنا الصورة لأخت خديجة اليافعي فيها أنها واحد السيدة ما كتكلمش عن نفسها وفعلا مجرد ما قالتها حسيناه قبل لكن التمسناه بعد ما باحث بهذا الكلام أخت خديجة اليافعي حتى هي واحد السيدة طيبة أنا إلى تنقول أن المتتبعين ومحبين أخت حنان بانوراما تيقولون لها لبوءة اليوتيوب ما كتبوش ما كتبوش لأنه في الوقت اللي ممكن تبرز المخالب ديالها تتكون حاضرة والوقت اللي كتدر بجدية تتكون حاضرة لكن في كل الحالات تتكون عندها المصداقية وحتى الأخت خديجة اليافعي موجودة للمصداقية وكن سميها أنا فرحة أو بسمة اليوتيوب هي الأخت خديجة اليافعي طبعاً ما غديش كل شي الناس يسموها ربما عاطيناها شي اسم آخر لكن أنا هذا الاسم اللي تنقوله ووقت اللي كان بغي نعرف شي اخبار ما كان دخلش للقنوات الأخرين بالعكس أنا كان دخل عند الأخوات وكان تفرج فيهم وكان سمع أخبارهم كيفاش أنا حتى تشبت وحبيت وشتركت في هاد القنوات بجوج ربما كينا مونات الماسك لكن أنا مونات الماسك ما عمني تفرج فيها وبعد العنوين كان دخل لها كلقى شوية مراوغة مش مثلا مثلا مثل أخت خديجة اليافعي اليوم غطية البانضة على عينين أخت حنان طانوراما لكن منين استغربت لكن استقطبتني الصورة ودخلت وقلت وقيت نكتشفه شب الصح كين شي لكن هي أعطات واحد العنوان على أساس أنك ينحسد لأخت حنان طانوراما اللي ممكن يحكيوا على أي شي يحكيوا وشنو ما يحكيوا؟ هادك غير الحسد وهادك غير الغيرة المهم أنه إحنا كنشوفه الأغلبية وكنعرفه أنه اللي ما تيردش ولي فيه هاد الأخلاق النبيلة وما تيشكرش راسه وما تيقولش أنا أنا هادك الإنسان طالع منه شي حاجة صدق طالع منه شي حاجة ديال الدفاع على النفس بدون ما يدافع على نفسه إنما تيدفع على نفسه في صورة الناس كاملين والأخت حنان خديجة ليفعي مراطيبة خلوقة لسانها محفوظ كيعرف الشي يقول وكتعرف إمتى كتقول وحتى هي لا تقل عن أخت حنان طانوراما في المصداقية كلهم تيخرجوا بكلام عنده دليل واللي نرجع نقول اللي خلاني دخلت واشتركتو واللي تنبلية بهم هو قضية الأخت سامرة اللي دافعوا عنها بكل شراسه وبكل محبة ومنه كتجي شي حاجة كتبحل واحد الحائط مغلفين بيه الحدود ديالهم منه كيكون حتى الأقرب الناس اللي المحبين ديالهم كيبغيوا يضربوا في المصداقية ديالهم أو كيبغيوا يحولوا لشي عن طريق تاني كيتصدوا لهم وكيخرجوا المخالب ديالهم وما كيعرفوهم شو كيجاوبوهم كيردوا عليهم الرد القاسي الرد اللي في محله الرد سليم اللي هو عنده ضربة قاضية حتى كيعرفوا المكان ديالهم وتيتكون عندهم اللي اكتشفت أنك تكون عندهم أخبار سرية وكتبقى عندهم وكيطلعوها كيف ما جابت الوقت كيطلعو فيه وهذا الميزة عندي حتى أنا كنكون إلا كانت عندي شي خبار كنخببه ما كنفضح بيه حد وإنما اليوم اللي كيبغي هذك الإنسان يخرج مخالبه ويبغي يخدشني كنطلع هذك الكلام لأنه تيكون دليل على برائتي أنا فيهم لكن تمنون لك كل السعادة والنجاح وجزاك الله خير على كل ما قدمتيه انتي والأخت خديجة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته